اهلا بكم محبي مسلسل امينا حافي اليكم ملخص لحلقة 12 واهم احداث ام عبود بتقول لها طيبة ابني ما في شي انا السبب اللي هوي فيه طيبة بتقول لها حصة ليش ما بتبتسمي قدامه شمايل بتخبر او سفر بتبخر او سفر حاني بوظيفته الجديدي وخاصة عند ابو امينة وشريحي وحنينة بالسوق وعم يشتروا غراض العرس رقيب تتهاجع بلباس اوس مشاكل بين هارس لانه هارس بده يسافر ونيرة بتتصل باستمرار ببدر وما برد عليها بيكون مسكر خطه عبود كتب كتابه على حصة وحصة كتير مزعوجي وبتلاحظ معبود عليها فوز وبدر مع بعضهم بشهر العسل منيرة بتتصل بفوز بدها تجل عندها وتتحجج عم تدهن البيت امينة بتخبر امها عن حالة وامينة بتقول راح خليهين كلين خاتم باسبعين شوق بتاخد على مكتب وما بيعجبها طيبة بتخطط كيف تتقرب من امينة عشان مالها امينة بتقول لامها حصة شبهة بيقول لها عم تدل طيبة بتقول لها لامينة حطي المصاري بالبنك ووين بديك تحطي الباقي بتقول لها مالي غيريك وحطين عنديك بتحرح طيبة فارس بيوصي المدير اللي ما عاوز يخليه يشتغل كتير انشان يتعلم طيبة بتطلب من امينة تشتري لها سيارة طيبة بتنزعج من منيرا لانها زارتها منيرا بتخبر حنين انه مات ابوها وحنين بتزعل كتير وامينة بتحاول تخفف على ابنتها وبتقول لها انا ما خبرتك عشان ما تزعله الى هنا وصلنا الى